مد والجزر عرفتهم العلاقات الجزائرية السعودية في السنوات الأخيرة غير أنه من المنتظر أن تأخذ العلاقة بعدا جديدا بعد وصول عبد المجيد تبون إلى قصر المورادي العلاقة بين جزائر والرياض كانت دائما تلك العلاقة بين دولتين كبريين علاقة مبنية على أسس واضحة تميزها القواسم المشترك كما أنها تميزت بالوضوح أيضا عندما يختلف البلدان في طريقة معالجة كبريات الملفات حيث مرت العلاقة بين البلدين بمرحلة من التشنج الجلي عندما رفضت الجزائر المشاركة في العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المرتقب إلى الرياض تعد أول زيارة دولة للرئيس الجزائري منذ توليه مقاليد الحكم ديسمبر الماضي ومن المنتظر أن تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين خصوصا بعد التحولات التي عرفتها الجزائر في سنة الأخيرة واعتمادا على القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالجزائر أواخر شهر مارس القادم